موسيقى نشرة مفصلة للأخبار البداية مع العنوي موسيقى كتائب حزب الله العراق تدعو لضبط النفس وتحذر من احتمال اندلاع حرب شاملة والخزع ليؤكد حق المقاومة في انهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق جولة لقائد القوى البحرية في حرس الثورة في جزيرتين بالكبرى والصغرى وتأكيد جاهزية قواته القتالية جنرال اسرائي يقول متوقون بأكثر من مئتي الف صاروخ والجيش غير مستعد للحرب بايدن يحذر من عواقب وقيمة في حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيذ الاقتصادي والترامب مشغل بحملته على المحكمة العليا السلالة الجديدة من كورونا تنتشر في المزيد من الدول الأوروبية ومنظمة الصحة تحذر صغار السن عرض للإصابة بشكل أكبر أهلا بكم حذر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري من احتمال اندلاع حرب شاملة داعيا إلى ضبط النفس لتضيع الفرصة على العدو وإلى أن لا تكون المقاومة العراقية بادئة في هذه الحرب العسكري أضاف أن عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة ترامب كما أكد متانة تحالف الكتائب مع فصائل المقاومة داخليا وخارجيا قال المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن اعتقال أحد أفراد الحش الشعبي جرت معالجته بالعقل والحكمة مجددا التزامه بالدولة موقف الخزعلي ينضم إلى مواقف عديدة وضعت في خانة الدعوات إلى التهدئة بعد مشهد متوتر ساد في البلاد الحذر المتبادل هو العنوان الطاغي على المشهد العراقي يجول رئيس الوزراء مصطفى القادم في شوارع العاصمة لكونه القائد العام للقوات المسلحة الجولة التي شملت جانبي الرصافة والكرخ في العاصمة تبدو طبيعية لكن العين على توقيتها فالبلاد تعيش الأيام الأخيرة لرأس السنة والذكرى الأولى لاغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس التوقيت مرتبط كذلك بمسألتين الأولى اعتقال الحكومة أحد عناصر الحشد الشعبي وما تبع ذلك من توتر سرعان ما جرى تطويقه والثانية استهداف السفارة الأمريكية في بغداد والاتهامات التي وجهتها واشنطن لفصائل مدعومة من إيران كما قال دونالد ترامب جرى خلط الأوراق إلى أن صدرت سلسلة تغريدات لقيادات من العصائب وأبرزها لقيس الخزعلي الذي قال إن اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية قد جرت معالجته بالعقل والحكمة مجدداً التزامه بالدولة ومؤسساتها وتأكيده في الوقت عينه حق المقاومة في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية تأكيد الخزعلي حق المقاومة في التحرير الكامل يمكن إدراجه ضمن حسابات محور المقاومة التي تتحسب للرد على أي فعل قد تقدم عليه إدارة ترامب الراحلة هذه الإدارة نفسها ومن يحتمي بها تتخوف من رد فعل انتقامي إيراني من جراء اغتيالها القيادين في بغداد في هذا السياق انتشرت أخبار عن مغادرة السفير الأمريكي مبنى السفارة في المنطقة الخضراء ببغداد وإخلائه وتوجه بعض الموظفين إلى أربيل لكن السفارة نفت لاحقا هذه الأخبار وأكدت أن عملها في بغداد مستمر وعليه الهدوء النسبي يخيم في الأجواء في ظل استنفار أمني وسياسي لافتين جاهزون لحماية حدودنا وتحت أي ظرف هذا ما شدد عليه قائد القوى البحرية في حرس الثورة الإيرانية خلال جولته في جزيرتين طنب الكبرى وطنب الصغرى الزيارة تأتي في ظل استعراض أمريكي للقوات في الخليج والمنطقة محمد بو عبد الله الرد على الرسائل البحرية يكون بحريا ومن عمق الخليج اختار الإيرانيون أن يكون الرد من جزر تنازعهم السيادة عليها الإمارات حليفة الإسرائيليين فتكون بذلك الرسالة رسائل متعددة وكأنه بزيارتها في هذا التوقيس تحديدا يود أن يقول قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيرانية لا نخشى غواصاتكم وقطعكم البحرية وقد قالها بتعبير آخر الأدميرال علي رذا تنكسيري إذ يؤكد استعداد قواته لحماية حدود إيران البحرية والدفاع عن مصالح بلاده وأمنها تتمتع تلك القوات بحسب تنكسيري بجهوزية قتالية عالية ويقظة دائمة وكذلك هي الأنظمة الدفاعية والمعدات جاهزة في مختلف الظروف كلام يفهم منه استنفارها في ظرف استثنائي غير مسبوق في شكله بتصعيد تحالف الحرب حدة التوتر وسعيه لإشعال حرب في المنطقة سبق للرئيس الأمريكي أن حاول القيام بذلك لكنه تراجع قبل عشر دقائق على حد قوله وكان ذلك في منتصف ولايته الرئاسية بعد إسقاط إيران مسيرة أمريكية كما أنه هدد بقصف عشرات المواقع الإيرانية قبل ضرب إيران قاعدتين عين الأسد وأربيل كأحدى الخطوات الانتقامية لاغتيال اللواء الشهيد سليماني تجنب حينها ترامب خوض المواجهة العسكرية بعد صمته مطولا في كلتا الحالتين قد يكون السبب تعقيدات الهجوم على إيران وتبعاته المدمرة يختلف الأمر الآن قليلا فقد يكون مدفوعا بتهور خسارة تجديد الولاية الرئاسية يشجعه على ذلك في الخليج حلف المطبعين الجدد وإسرائيل ثم تحق للرد تحتفظ به إيران بعد تدبير اغتيال عالمها الشهيد فخر زادة دونما تحديد للمكان والزمان وفي أجواء تقترب فيها ذكر اغتيال اللواء الشهيد قاسم سليماني فهل سيكون في مقتل جندي كائنا من يقف وراءه ما يشعل المنطقة برمتها ذاك ما يهدد به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته قريبا وتضع احتماله في الحسبان تهران توقن خانق من أكثر من مئتي الفي صاروخ دقيق حول دولتنا من غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن الكلام لمفاوض شكاوى الجنود السابق في الجيش الإسرائيلي الذي دق ناقوس الخطر الذي تنتظره إسرائيل في أي مواجهة مقبلة مع محور المقاومة وأكثر من ذلك هو متيقن بأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب علي الأحمر توقن خانق من أكثر من مئتي الفي صاروخ محكم حول دولتنا الكلام هنا للواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك الذي دق ناقوس الخطر حول المخاطر التي تنتظر إسرائيل في أي مواجهة مقبلة مع محور المقاومة وفي مقال له على موقع مدى الإسرائيلي أشار بريك إلى أن الصواريخ التي تهدد الكيان مضى موضعة في لبنان وسوريا والعراق واليمن لافتا إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستكون الساحة المركزية في الحرب المقبلة هذه الصواريخ ستطال أهدافا استراتيجية إسرائيلية كمراكز السلطة وقواعد جوية وبرية تابعة للجيش فضلا عن البنى التحتية الاقتصادية كالمطارات ومحطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه في مقابل هذا التوق الخانق يشير بريك إلى أن منظمة صواريخ حتس المخصصة لاعتراض الصواريخ وصواريخ القبة الحديدية تعانيان من قلة بالاحتياط والسبب بحسب رأيه هو عدم امتلاك تل أبيب القدرة الاقتصادية لتعزيز هذا الاحتياط ما يزيد الطينة بلة بالنسبة إلى الجنرال الإسرائيلي هو عدم جهزية كيان الاحتلال وجيشه دفاعا وهجوما للمواجهة المنتظرة ولسيما العيوب التي يعاني منها سلاح البر ونقاط الضعف التي تعاني منها الجبهة الداخلية والبنى التحتية بانشغاله بالمعركة بين الحروب أغفل جيش الاحتلال الاستعداد للحرب وفق تقدير بريك مشاككا بجدواها مقارنة بالكلفة أما النتيجة التي يقول بريك إنها محزنة فهي أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب وأن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا جدا من الخسائر قال القيدي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلة للميادين إن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يكشف حجم أزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مشيرا إلى أن العدوان يشكل محاولة من الاحتلال لخلق الأوراق في المنطقة هذا العدوان يكشف مدى التخبط والإرباك الذي يعيشه العدو الصيوني وذلك الهاجس هناك إرباك الساحة السياسية الصيونية وأزمات متكررة حل الكنيسة للمرة الثالثة وذاهبون إلى انتخابات رابعة يتصدير لهذه الأزمات التي يعيشها نتنياهو والقادة الصهاينة كما أنه محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الذي تتقدم كثيرا في إمكانياتها وأيضا هذا خلق الأوراق في المنطقة ألم دل الاستنكر إقامة أي علاقات مع الاحتلال وراء أن التطبيع يعطي الضوء الأخضر للعدو الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني هذا التطبيع يعني هو الذي يعطي الضوء الأخضر ويعطي الشرعنا للعدو الصيوني لأن يستمر في جرائمه ضد أبناء شعبنا إن كان في غزة وإن كان في الضفة هذا الاستيطان والضمن الأراضي وهذا التهويد وهذا القاتل واعتقالات المستمرة بلا شك أن هذا التطبيع قد أضر كثيرا وبالعكس تماما التطبيع يعطي خدمة مجانية للعدو الصيوني وهو الذي يعطي العدو الصيوني الضوء الأخضر للمزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا هذا الحصار الذي نعيشه في قطاع غزة أيضا لذا نحن نطالب أمتنا العربية بأن تقف في وجه هذا التطبيع وأن تعمل على دعم وإسناد شعبنا في مقاومته للعدو الصيوني حالما تقرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل فتح صندوق الفضائح السياسية وكشفت تحقيقات إعلامية مدعمة بتأكيدات من محافل أمنية أن الإيرانيين يملكون بالفعل إثبابات تحرج مسؤولين إسرائيليين كبارا هاني فحص بمعادلات جديدة تدخل إسرائيل مجددا إلى دوامة انتخابات مبكرة انتخابات يرجح أن تختلف عن سابقاتها في ضوء التطورات المهمة التي اضطرأت على مجمل الساحة الحزبية المعادلات وموازين القوى التي خيضت على أساسها الجولات الثلاث السابقة تغيرت مع انكسار عقدة الخوف في معسكر اليمين من تحدي بن يمين نتنياهو الأمر الذي تجلى في التمرد غير المسبوق ضده في حزب الليكود وتجرؤ رئيس حزب يمين نفتالي بنت على طرح نفسه بديلا من زعامة نتنياهو هذا في المتغير أما في الثابت فإن عفاريت السياسة أطلت مجددا برأسها وبعدما سربت خلال الجولة الانتخابية الماضية فضيحة الاختراق الإيراني لهاتف رئيس حزب أزرق أبيض بني جانتس منافس نتنياهو الوحيد حينها جاء هذه المرة تأكيد حدوث الاختراق عبر محافلة رسمية ومقرمين من جانتس قضية اختراق يهاتف رئيس أركان سابق ومنافس جدي على رئاسة الحكومة سرعان ما دخلت حينها في بزار الانتخابات حيث وظفها حزب الليكود في حملته الانتخابية الشريسة ضد جانتس وبحسب مراقبين كان الليكود ينوي الذهاب أكثر من ذلك في توظيف هذه القضية لكنه تراجع خشية إحراج نتنياهو بني جانتس كان لديه مواد قادرة على إحراج نتنياهو وطوريته التحقيقات الإسرائيلية الموثقة كشفت أن المعلومات الحساسة عن اختراق هاتف جانتس وضعت على طاولة رئيس الشباك نداف أرجمان في أيلول سبتمبر من العام 2018 لكن أرجمان بحسب مراقبين أخفى ذلك عن نتنياهو على الرغم من أنه مسؤوله المباشر بل أخبر سرا بني جانتس بأن الإيرانيين نجحوا في اختراق هاتفه الجوال وسحب مواد تكشف تحركاته كلها من الرحلات الجوية وصولا إلى أرقام الغرف التي حجزها في الفنادق اقترحت نائبة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري أميرة سليم مشروع قانون يجرم الترويج للتطبيع مع إسرائيل وأكدت أن مقترحها يأتي لقطع الطريق على أي خلافات أيديولوجية محتملة حول التطبيع ويتضمن المشروع تسع مواد من بينها إمكانية تحريك نيابة العامة الدعوة العمومية ضد كل ما يروج للتطبيع وأي حال على القضاء للتحقيق والفصل فيما يقتضيه الفعل محل المتابعة أحيت قيادة الفصائل الفلسطينية في سوريا ذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهد المهندس في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أكدوا استمرار نهج الشهيد سليماني والوفاء لنهجه كما شددوا على الدور الذي أدى في تقديم كل الدعم للمقاومة الفلسطينية وقدراتها العسكرية واللوجستية المقاومة الفلسطينية هي اليوم تحافظ على العهد وأن تعهد الشهيد قاسم سليماني وتعهد كل الشهداء على استمرار بالمقاومة حتى تحريف فلسطين الحاج قاسم سليماني هو الذي نقل المقاومة الفلسطينية إلى نقلة نوعية أصبحت هذه المقاومة الآن تقصف تل أبي بصواريخ فجر خمسة أيضا تقصف المستوطنات الإسرائيلية بصواريخ جراد وأيضا بصواريخ كورنيت التي دمرت دبابات ومللات الحتلال الإسرائيلي هذا كله بدعم جمهورية إيران الإسلامية ودعم القائد الكبير الحاج قاسم سليماني أردنا من خلال هذا اللقاء أن نوجه رسالة للعالم أجمع بأن المقاومة الفلسطينية بأن سوريا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالكفاح حتى تحقيق كامل الأهداف والمبادئ التي ناضل وقضى في سبيلها الشهيد القائد الرمز قاسم سليماني الذي عاش القضية الفلسطينية بعقله وقلبه ووجدانه وقدم كل الدعم للمقاومة الفلسطينية هذا الملتقى لقيادات فصائل المقاومة والهيئات والمؤسسات الفلسطينية والسورية وفاء منها لدور الحاج قاسم سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية ودوره الاستراتيجي في محور المقاومة نؤكد من خلاله وفاءنا كفصائل المقاومة الفلسطينية وفاءنا كشعب فلسطيني تجاه هذا القائد التاريخي الذي قام بجهد كبير في تطوير قدرات المقاومة وفي العطاء للشعب الفلسطيني من تفاكك الاتحاد السوفيتي إلى مشروع هيمنة أمريكية فبروز قط بين منافسين هما روسيا والصين مراحل تخللتها مقاومة للمحتال الإسرائيلي المدعوم أمريكيا بلغت شدها في الآوينة الأخيرة بتشكل محور بأكمله قد يستفيد من وضع دولي جديد محمد بو عبدالله من قطبية ثنائية إلى أحادية القطبية ذاك ما آل إليه النظام الدولي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بانهيار القطب الوازن في المعسكر الشرقي فقدت دول الجنوب سندها القوي في مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكية وتمثل إسرائيل في المنطقة العربية إحدى أدوات ذلك المشروع باحتلالها أراضي الفلسطينيين والعرب ونزعتها التوسعية استيطانا وعدوانا لكن تخل الأنظمة بعضها عن فلسطين القضية لم يثني الفلسطينيين والمناهضين للاحتلال عن النهوض بمشروع بديل لدول المواجهة برز مؤخرا وبشكل لافت للنظر محور يجمع شمل المقاومة بكل مشاربها وانتماءاتها أمكنه الصمود رغم استهدافه بالتآمر وبدرجة أكبر تطوير قدراته العسكرية بدل استنزافها في ذلك بعد نظر استراتيجي يرتبط بطبيعة المواجهة المصيرية الكبرى قد تكون استعادة روسيا الاتحادية مكانتها دوليا وريثة للاتحاد السوفيتي ركيزة أساسية لإحداث توازن مع الولايات المتحدة ولسيما مع صعود الصين قطبا منافسا أيضا تثير روسيا هواجس لدى الغرب سواء في أوروبا أو مناطق أخرى وكذلك يتوجس الروس من تحركات الأطلسي ما يعني العودة إلى وضع شبيه بالحرب الباردة كذلك ورد المصطلح على لسان الرئيس الصيني مع احتدام الخلافات الأمريكية الصينية في الواقع هو خلاف استراتيجي يتعدى سباق الهيمنة الاقتصادية والسياسية إلى تسابق جديد على التسلح حتمية تفرضها الطموحات ومقتضيات النفوذ وأيا تكون المصالح الروسية الصينية فإن في وقوف موسكو وبيكين في وجه واشنطن تكمن مصلحة لدول الجنوب والمقاومة هي كبح المشروع الإمبريالي وإضعاف أدواته وصل وزير الدفاع التركي خلوسيا كار إلى العاصمة الليبية أمس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتأتي الزيارة بعدما دع المشير خليفة حفتر مقاتليه إلى إخراج القوات التركية الداعمة لحكومة الوفاق وقال أنه لن يكون هناك سلام في ظل وجود المستعمر على أرض ليبيا إلى ذلك أجريت في ليبيا أول عملية تبادل بين قوات حكومة الوفاق وقوات خليفة حفتر مشرا في لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية وشملت تبادل ثمانية عشر عنصرا من قوات الوفاق مقابل أربعة وثلاثين من العناصر التابعين لحفتر في منطقة شويرف جنوب شرق العاصمة طرابلس شدد وزير الشون الاجتماعية في تونس محمد طرابلسي على ضرورة إجراء حوار وطني لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات القطاعية والاجتماعية أصد تحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك سميح البغاني على وقع تزايد التحركات الاحتجاجية والتحذير من انفجار اجتماعي وشيك وفي ذل ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر بين نخبي تونساء السياسية تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تنظيم حوار وطني يضع استراتيجية لقيادة البلاد والتغلب على أزماتها ولا سيما الاجتماعية منها نعتقد انه ما دعناش خيار هناك وضع اجتماعي ووضع اقتصادي ووضع سياسي هالأوضاع ثلاثة تنعكس على بعضها بعض تؤثر في بعضها بعض لا يمكن الفصل ما بين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمالي والثقافي أيضا ولذلك علينا أن نتحاور ونضع كل هذه الملفات على الطاولة متعددة هي مبادرات الحوار التي ترحت على رئيس الجمهورية ولم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن ولا سيما أن الرئيس قيس سعيد أعلن صراحة أنه لا حوار مع الفاستين ما قد يجعل جمع كل الفرقاء على طاولات واحدة أمرا صعبا هذه الدعوة اليوم لم تلقى أذانا صاغية من رئيس الجمهورية الذي يصر ومعه فئات كثيرة من الشعب التونسي على ضرورة أن يكون هناك إقصاء ومحاسبة للفاسدين لا يمكن تكرار حوار الوطني في 2014 كثيرون يعولون على مبادرة المنظمة الشغيلة لإخفاة صوت الاحتقان والعنف الذي بات يهدد بتقويض مؤسسات الدولة ويعصف بتجربة تونس الديمقراطية أمام تعمق الأزمات التي تعيشها تونس تعددت دعوات الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة دعوات تأتي في ذل مشهد سياسي متوتر قد يسهم في إفشال الحوار قبل انتلاقه سميح البغانمي تونس الميدين قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان إن تصريحات الإسرائيلية حول اليمن تهدف إلى طمأنة الدول المطبعة لا أكثر محذراً التحالف السعودي من التصعيد في حال اشتعال جبهة البحر الأحمر وفي حديث لقناة المسيرة أكد رويشان أن تل أبيب تدعم التحالف اللوجستياً منذ بداية الحرب على اليمن ولفت إلى أن الاحتلال بدأ بالتحرك عسكرياً في المنطقة بعد التطبيع الأخير مع دول مشاركة أو مشاركة في التحالف في غضون ذلك تستمر دعوات مستشفى السبعين بصنعاء للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية بسرعة نقل التوأم السيامي اليمني للعلاج في الخارج وإجراء عملية الفصل لإنقاذ حياتهما أحمد زبيب منذ عشرة أيام والتوأمان السياميان اليمنيان يستنجدان بالعالم ولا مجيب لا ذنب لهما إلا أنهما ولدا في ظل حرب سعودية وحصار دمر كل القواعد الطبية اللازمة لفصلهما والعناية بهما صحيان كغيرهما من الأطفال مستشفى السبعين بصنعاء يقول إن حالة التوأمين حارجة ويتحتم نقلهما إلى الخارج وكامل المسؤولية تقع على الأمم المتحدة الصامتة حالة الطفلين بشكل عام حارجة وتحتاج إلى تدخل سريع نحن ككوادر في مستشفى السبعين أو في اليمن بشكل عام ليس لدينا الخبرة الكافية ولا التجهيزات ولا الإمكانات للإعتناد بمثل هذه الحالات مبادرة سعودية منذ أيام أطلقت لإسعاف التوأمين السياميين لكن صنعاء رفضت العرض باعتباره محاولة بائسة وغير مقبولة لتجميل وجه السعودية القبيح كما تقول السلطات هنا فكيف لدولة كانت السبب في قتل آلاف الأطفال أن يكون بيدها السبب في حياة آخرين أمثالهم من قتل مئات الأطفال بالحصار مئات الآلاف الأطفال بالحصار ومن قتل عشرات الأطفال بطائراته ومن قصف باس ضحيان كما نعرف جميعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتلك ولو ذرة من إنسانية لكي يقدمت لهذه المبادرات ثمانية آلاف طفل يمني قتلتهم وجرحتهم آلة الحرب السعودية وهناك مليون طفل يمني يعانون سوء تغذية حادا وفق تقارير أممية وبحسب صنعاء هذا جزء يسير من رصيد التحالف المأساوي بحق اليمن ولذلك لا مكان لمبادراتها الإيجابية كما تدعي المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تقبلها سلطات صنعاء من السعودية هي إيقاف الحرب والحصار على اليمن فورا لإصلاح ما أفسده التحالف أما غيرها من المبادرات فلن تكون إلا محاولة لتجميل صورة سوداء يعرفها العالم ولن تتغير أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين فاصل ونعود أهلا بكم مجدد قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن عدم توقيع الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب على حزمة الإنقاذ المالي التخفيف من وطأة فيروس كورونا ستكون له عواقب مدمرة بايدن طالب ترامب بتحمل المسؤولية وأشار إلى ملايين العائلات التي لا تدري كيف ستدبر أمورها المادية بسبب رفض ترامب التوقيع على الحزمة التي أقرها الكونغرس بأغلبية صاحقة من الحزبة في هذه الأثناء وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بالضعيفة وبفقدانها للكفاءة اللازمة فيما يتعلق بالاحتيال الذي وقع في الانتخابات ترامب في تغريدة له على تويتر شدد على توفر أدلة قاطعة تثبت التزوير واتهم المحكمة بأنها لا تريد رؤية الأدلة وأكد أن فساد الانتخابات عن انعدام الدولة قالت شبكة سيانان الأمريكي أن المحققين في تفجير مدينة نجفال يعتقدون أن العملية قد يكون نفذها انتحاري هذا ويعكف أفراد الشرطة وعناصر اتحادية في المدينة على البحث عن أدلة لتحديد كيف ولماذا حصل التفجير تلك كانت التحذيرات الصوتية التي صدرت عن عربة السكن المتنقلة قبل أن تنفجر في ناشفل بولاية تينيس الأمريكية في غضون 15 دقيقة الانفجار الذي يبدو متعمدا كما تقول شرطة المدينة أدى إلى تحطيم النوافذ في المباني المجاورة وتسبب بأضرار مادية كبيرة نتيجة العصف قائد شرطة ناشفل جون دريك قال إن عربة متنقلة كانت تطلق تحذيرا صوتيا يقول إذا كان بإمكانك سماع هذه الرسالة فقم بالإخلاء الآن لقد وجد المحققون أنتجة قد تكون بقايا بشرية هم يفحصونها لتحديد إن كانت تعود لسائق الكارفان أم لشخص آخر الشرطة نشرت في تغريدة لها صورة المركبة التي انفجرت وقالت إن الانفجار كان متعمدا لكنها لا تعرف بعض الدافع أو الهدف وإن المسؤولين لم يتلقوا أي تهديدات قبل الانفجار الانفجار تسبب بانقطاع الاتصالات والإنترنت في ولايتين تينيسي وكنتاكي بعد الأضرار التي أصابت شركة اتصالات AT&T وهي تعد معلما في وسط المدينة كما أدى إلى تعطيل أنظمة الطوارئ التابعة للشرطة وأوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الرحلات الجوية موقعا من مطار ناشفل الدولي وإليه عمدة المدينة أعلن حظر التجول وفرض حالة الطوارئ وأكد أن عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولون إدارة الأمور في المنطقة للحفاظ على الأمن ومتابعة التحقيقات وسيعملون على جلب المسؤولين عن الانفجار إلى العدالة مشيرا إلى أن الهجوم كان يرمي إلى خلق الفوضى والخوف في موسم الميلاد معنا من واشنطن مدير مكتب المايدين منذر سليمان منذر أهلا بك قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بالرئيس جو بايدن سنبدأ من حيث انتهى التقرير حول التفجير في مدينة ناشفل إلى أين وصلت التحقيقات في تلك المدينة علما بأن المحققون يعتقدون بأن من وراء هذا التفجير هو انتحاري أولا التصويب أكثر بدقة أن آخر المعلومات أن ليس انتحاريا إنما هي عملية انتحار يعني ربما لا يكون هناك فارق أحيانا بالتعبير ولكن المقصود أحيانا إذا كان انتحاريا لديه أهداف سياسية ربما قام بعملية انتحارية هكذا اعتدنا إذن المرجح لدى المحققين الآن أن من أقدم على هذه العملية قام بعملية انتحار إذن لماذا هناك بعد نشر صورة للحافلة هذه الحافلة حافلة النزهة التي يمكن الاستقرار فيها وحتى النوم أحيانا وإن كانت هي ليست من الحافلات الكبرى جدا ولكن هي يعني عدة نماذج منها هذه الحافلة تم وضع الصورة ونشرها للمواطنين لكي يبلغوا الشرطة عن إذا كانوا وجدوا أو يعرفون شيئا عنها ويبدو أنه طلقت الشرطة أكثر من حوالي خمسمائة أثر من يتحدث عن أشكال مشابهة إلى أن استقر الرأي يبدو على إحداها في المنطقة في منطقة ناشفل ويبدو الآن أن هوية الشخص الذي أقدم على عملية الانتحار ربما معروفة لأنه تم مداهمة أحد المساكن هو مسكن متصل بعدة مساكن ولكن هو على طرف سلسلة المساكن ويمكن اعتبراره أنه بيت مستقل ولكن هو ملاثق للبيوت جنبه من عدة طوابق ويبدو أنه أمضوا عدة ساعات هناك ويمبدو أن الشخص تم تسريب اسم من البعض رغم أن الشرطة لم تصدر بيانا حتى الآن بأنه أنتوني وورنر والبالغ من العمر حوالي 63 عاما أو 62 عاما ولذلك رجحت الشرطة القول بأنه يمكن أن يكون انتحارا من قبل هذا الشخص رغم أنه لم يتم بعد توضيح لماذا طبعا اختيار المكان المكان هناك يعني شبهة بأنه يكون مثلا مستهدف أيضا مكان يتعلق بالهواتف شركة الهاتف AT&T مبنىها الأساتي هناك والذي أدى لتعطيل التواصل تم أنذر هل يمكن أن نقول بأنه هناك رسالة سياسية مبطنة حول هذا التفجير خاصة وأنه المدينة ذات الأغلبية الصحقة فيها من الحزب الجمهوري ليس بالضرورة حتى الآن إذا كان استهداف بحسب المكان كما كنت أوضح أنه ربما هناك مكانين أو معلمين أساسيين بجانب الانفجار المعلم الموسيقي المشهور للموسيقى الشعبية الأمريكية country music هناك مبنى مرتبط بهذا التراث الموسيقي وهناك المبنى الآخر الذي يتعلق بشركة التليفونات إذن هل يترى أن هذا الشخص لديه موقف من محدد تجاه هذين أو أحدهما أم أن لديه توتر نفسي لديه مطالب أخرى لم تفسح عنها حتى الآن ربما أنه أود إصدار بلاغ قوي جدا بالانتحار لكي يطلع العالم على موقف معين هذا أنه أرسل رسالة للكشف عنها لاحقا هذا حتى الآن غير معروف بالتأكيد أن التحقيقات قطعت شوطا الآن بأن يقول المحققين أنه عمل يبدو أنه أقدم على الانتحار منذر بالانتخال إلى خطة التحفيز الاقتصادي جو بايدن يحذر من عواقب وخيمة في حال عدم توقيع ترامب لهذه الخطة عن أي عواقب يتحدث ترامب هنا ولماذا يرفض عفوا جو بايدن يتحدث هنا ولماذا يرفض ترامب توقيع هذه الحزمة وأيضا لماذا يستمر بتوجه للمحكمة العليا يعني هو ينتقد المحكمة العليا وينتقد قيادة الحزب الجمهوري بشكل واضح لأنهم لم يقفوا معه في القول بأن الانتخابات مزورة لا يزال مصر على الانتخابات مزورة ولا يعترف بها وهو الآن الكثير من المعلقين يعتقدون أنه في حالة نفسية غير ثوية عندما يقدم على مثل هذه الأعمال لماذا؟ لأن ملايين عشرات الملايين ربما من الأمريكيين يحتاجون إلى هذه الإعانة المالية وفي نفس الوقت أيضا هناك ميزانية الدفاع التي لم يوافق عليها مما يجعل الأمر عرضة لفيتو يعني الفيتو الرئاسي يجعله عرضة أيضا لتصويت لكسر الفيتو من قبل الكونغرس وهذا يعني وضع الحزب الجمهوري في خانة صعبة لأنهم لا يرغبون في مواجهة الرئيس بشكل واضح وخاصة على صعيد مجلس الشيوخ حيث الأغلبية هي أغلبية بسيطة لمجلس الشيوخ والتالي هناك من يعتقد أنه بمغادرته واشنطن إلى مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا بأنه لن يعود إلى البيت الأبيض حتى لكي يتجنب حضور عملية التنصيب وأنه لا يزال يعول على أن يكون هناك إجراء ما يمكن أن يثبته في السلطة وهذا الإجراء إن كان قضائي أو قانوني أو حتى إجراء أمني يلجأ إليه هو بإعلان حالة الطوارئ كل هذه تؤدي إلى اضطرابات كثيرة في أمريكا وبالتالي نوع من الحرب الأهلية أما موضوع الوضع الاقتصادي وتدهور بهذا الشكل أيضا هو يهدد الملايين من العائلات بالتشرد بالجوع وبالتالي من هنا يحذر بايدن ترامب وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير ومن الصحافة من الإعلام من الرأي العام من أعباء الكونجرس لمحاولة سنهي عن هذا الموقف هو يحاول مزايدة بالقول أن المعونة التي تقدم للأفراد كانت فقط 600 دولار وما هو كان يفترض أن تكون 2000 دولار ولكن أين كنت يا رئيس ترامب يتساءل البعض لماذا لم تشارك في طرح هذا الموقف الذي يتلاقى مع الحزب الديمقراطي لا بل يزيد عن الحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطي يرغب في طرح موضوع ال2000 دولار كمعونة مباشرة للأفراد للتصويت في مجلس النواب يوم الاثنين نعم من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان شكرا جزيلا لك بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون يزيد رقابة على المنظمات غير الحكومية وذلك في إجراء يصفه نشطاء بأنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني ويمنح صلاحية أوسع لوزير الداخلية في وضع رقابة على الجمعيات غير الحكومية محمود واثق قانون تركي جديد يضع نشاط منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مهب الريح فمشروع القانون الذي عده حزب العدالة والتنمية يسمح للسلطات بتقييد أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الإعلام على نحو مؤقت وكإجراء احترازي في حال وجود ملفات تحقيق تتعلق بدعم الإرهاب بحق المسؤولين فيها القانون أثار مخافف المعارضة من مزيد من تقييد الحريات والتضييق على النشاط السياسي في الوقت الذي يعاني الجميع من أوضاع ماشية خانقة تقدم الحكومة مشروع قانون يخنق الحريات ويمارس مزيدا من الرقابة على العمل السياسي وهذا الأمر ترفضه المعارضة لتعارضه مع الدستور المعارضة التركية ومجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني أصدرت بيانا مشتركا رفضت فيه هذه الخطوات التي من شأنها الحد من صلاحيات الجمعيات غير الحكومية وأعمالها ولا سيما العاملة منها في المجال الإنساني وعدته تهديدا لهذه الجمعيات والعاملين فيها القانون سلاح ذو حدين إذ يمكن أن يؤدي دورا كبيرا في كشف فساد المنظمات غير الحكومية وعملياتها المشبوهة كما يمكن استغلاله للتضييط على الرأي الآخر وإسكاد الصوت المعارض مشروع قانون منع تمويل الإرهاب الذي يناقشه البرلمان يمنح وزير الداخلية صلاحيات أوسع في الرقابة وحتى في إغلاق الجمعيات والمنظمات والمؤسسات بعد الرجوع إلى القضاء وتغيير أعضائها وتغييمها ماليا إذا ثبت تورطها أو دعمها للأعمال الإرهابية هي خطوة جديدة نحو فرض مزيد من الرقابة على الحريات تقول المعارضة بينما تؤكد الحكومة أن الإجراء يقطع الطريق على المنظمات التي لا تتوقف عن تمويل الإرهاب والأنشطة المشبوهة محمود واسق إستانبول الميادين أعلنت كندا تسجيلها أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة وكانت إسبانيا قد سجلت أربع إصابات في مدريد فيما قالت السويد أنها رصدت أول إصابة بسلالة على أراضيها لمسافر آتم من بريطانيا وأفق منظمة الصحة فإن السلالة الجديدة أكثر قدرة على العدوى وأقل فتكا فيروس كورونا يواصل تفشيه في أرجاء واسعة من العالم وسط مخاوف تثيرها السلالة الجديدة منه التي ظهرت في بريطانيا مع آمال بتخطي المرحلة الأصعب والتي تبعث بها اللقاحات التي بدأ توزيعها في الكثير من دول العالم جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز المليون والسبعمائة والخمسين ألف حالة في مناهز عدد المصابين الثمانين مليونا ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا منه في المقابل أطلق علماء تحذيرات من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وأشاروا إلى أن هذه السلالة أكثر قابلية للانتشار بنسبة 70% بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية أنه رصدت السلالة الجديدة في ثماني دول بأوروبا بينها فرنسا التي أعلنت رصد أول إصابة على أراضيها داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية مدير المكتب الأوروبي للمنظمة هانس كلوغي قال عبر تويتر إنه على خلاف السلالات السابقة فأن السلالة الجديدة تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر مشددا على ضرورة إبداء اليقظة أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها وفيما تتوالى الإغلاقات في الدول الأوروبية للتصدي للجائحة تسلم الاتحاد الأوروبي أولى جرعات لقاح كوفيد-19 للبدء بحملات تطعيم واسعة وفي الوقت الذي يرغب فيه الكثيرون في الحصول على لقاح في أسرع وقت ممكن يشعر آخرون بالقلق من أخذ اللقاح مخاوفه زادت مع تأكيد إصابة طبيب في مدينة بوستن الأمريكية بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا ومعنا من لندن مراسل الميدين موسى سرور موسى أهلا بك يعني باختصار موسى الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا وماذا عن وطيرة الإصابات فيها؟ نعم الإصابات تتزايد بشكل كبير في إنجلترا أود في البداية أن أقول أن السلطات المحلية لكل سلطة لها صلاحيات وتدير نفسها سواء في إنجلترا أو في سكوتلندا أو إرلندا الشمالية أو ويل أتحدث هنا عن إنجلترا عدد الإصابات اليوم نحو 34 ألف إصابة و210 حالة وفاة في إنجلترا وأن عدد الوفيات التي وصلت في المملكة المتحدة منه انتشار فيروس وصل إلى نحو 70 ألف حالة وفاة هذا في عموم المملكة المستحدة فيما يتعلق بالإجراءات البارحة بدأت بعض المناطق في جنوب شرط إنجلترا تنضم أو يطبق عليها المستوى الرابع من القيود المشددة وبالتالي أصبح نحو 43% من عدد سكان المملكة المتحدة هم صادعين للقيود المشددة وفق المستوى الرابع من الإجراءات أود أن أشير إلى إيجابية جديدة أن قبل قليل نشرت صحيفة السندي تليغراف بأن بريطانيا تتطرح لقاح أوكتفورد لفيروس كورونا اقتداء من الرابع من يناير كانون الثاني هذا خبر هل هذا اللقاح فعال ضد هذه السلالة الجديدة؟ بالتأكيد هذا اللقاح حصل على موافقة الهيئة الأدوية هنا في المملكة المتحدة وكما هو معروف أن التجارب السرورية لهذا اللقاح أثبتت فعليته بأكثر من 90% ولدى هذا اللقاح مزايا متعددة أنه لا يحتاج إلى أن يوضع في فلاجات كما هو الحال مع فايزر الذي يحتاج إلى فلاجات لأقصر يعني من درجة حرارة تصل لأقل من 70 درجة تحت السفر وأن هذا اللقاح له فعالية كما ذكرت بالنسبة 90% وأيضا هناك خبر صار أيضا أن الأطباء في جامعة أو كلية الطب في جامعة لندن يجرون تجارب سريرية لابتكار دواء أو علاج للمصابين بالفيروس كورونا يعني الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح في حال أصيبوا بفيروس كورونا يمكن من خلال هذا الدواء الجديد أو الإلاج الجديد أن يخفف من ألامهم نعم من لندن مراسل المايدين موسى سرور شكرا جزيلا لك ويحذر خبراء اقتصاديون من أن العالم ليستعيد عافيته الاقتصادية قبل العام 2023 إذا ما نجحت حملات التلقيح ضد كورونا موسى عاصي الاقتصاد العالمي يحتاج إلى عامين على الأقل لاستعادة مستواه الذي كان عليه قبل جائحة كورونا هذا طبعا في حال نجحت خطة التلقيح ضد الوباء واستأنف الاقتصاد نشاطه كاملا في الربع الثاني من عام 2021 بحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أنكتاد لكن العودة إلى مستويات العام 2019 لا تعني أبدا تحقيق النمو الذي كان متوقعا لو لم تحصل هذه الجائحة تأثير كوفيد-19 هو الأكثر حدة على الاقتصاد العالمي في التاريخ والتوقعات للفترة المقبلة هي مزيد من التدهور في أوروبا والولايات المتحدة والغرب عموما وقد نشهد التلقيح على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا في أيار مايو المقبل وهذا سيدفع الاقتصاد قدما لكن بداية التعافي غير متوقعة قبل الثلث الأخير من العام المقبل موجة كورونا الحالية قضت على أمال الانتعاش الاقتصادي التي كانت متوقعة في الربع الأخير من العام الجاري تقديرات خسائر العالم في النصف الأول من العام بلغت 12 ألف مليار دولار وهذه التقديرات استندت إلى توقعات باستعادة النشاط الاقتصادي في الثلث الثالث أو الرابع من عام 2020 لكن هذا لم يحدث ولسيما في الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعكس الصين هذا يعني أننا سنكون حتما أمام خسائر تفوق بكثير رقم الـ 12 ألف مليار دولار استناف النشاط الاقتصادي بقوة طبيعية مرتبط بالتوزيع العادل للقاحات على الدول والشعوب كافة لأن اقتصار التوزيع على الدول الغنية فقط لن يحدى من انتشار الوباء بحسب منظمة الصحة العالمية خلاصة القول إن العودة إلى المساويات الاقتصادية ما قبل الجائحة يمكن الوصول إليها خلال العامين 2022 و2023 لكن النمو الذي كان يجب تحقيقه لو لم تكن الجائحة تحول إلى خسارة تاريخية قد لا يعوذها العالم أبدا مصاعس جينيف الميانين إلى العنوين كتائب حزب الله العراق تحذر من احتمال اندلاع حرب شاملة والخزع ليؤكد حق المقاومة في انهاء الوجود العسكري لأميركي في العراق جولة لقائد القوى البحرية في حرث الثورة على جزيرتين طنب الكبرى والصغرى وتأكيد جهزية قواته القتالية جنرال إسرائيلي يقول متوقون بأكثر من مئتي الف صاروخ والجيش غير مستعد للحرب بايدن يحذر من عواقب وخيمة في حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيظ الاقتصادي وترامب مشغل بحملته على المحكمة العليا السلالة الجديدة من كورونا تنتشر في المزيد من الدول الأوروبية ونظمة الصحة تحذر صغار صن عرضة للإصابة بشكل أنكبر المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين.net وابلغة الإسباني اسبانون.الميدين.net ختم النشرة في أمان الله